برضو ساعة منتخب 2000 وانتوا راحين مع الهيستري بقى اللي انت حكيتهولي ان اصلا مش عارفة خسرانين في ايه كنتوا انتوا هناك بقى افكاس العالم او بطولة العالم كل ما تعدوا دور بتحس بايه وتخيلتوا او كان وانتوا راحين انتوا بتخيلين لكوا هتجيبوا بطولة العالم هو تجهيز جهاز الفن لنا احنا رايحين تاخدوا البطولة او يعني هما احنا في فترة الاعداد كلها هنا انتوا هتسافر مش هنتمسي المشرف ولا اي حاجة لا احنا ده خلاص انتوا هتروح تاخدوا البطولة وكمان نتيجة منتخب الشباب ديتنا متابعشن طبعا تالت عالم فخلاص يعني احنا ممكن نوصل احنا كمان بعدها دول المجموعات كانت مجموعاتنا صعبة شوية كان معانا سويد وفرنسا ومجر وسين تايبيي وحد تاني وكندا لس فبعد كده كسبنا اول ماتش سويد فده طبعا ادينا دفع قوي اوي كان تاني ماتش فرنسا خسرنا كان استهتر شوية عشان احنا كسبنا فرنسا بعد كده في بطولتين ماتشوين منهم ماتش كان في فرنسا نفسها بطولة في فرنسا فبعد كده بعد ماتش ده فوقنا خلاص يعني فماتش مع ماتش المجر الزروف برضو خدمتنا مع مجهودنا ان احنا طلعنا يعني اول مجموعاتنا متصدرين المجموعات فده ساهل الطريق شوية فكان كل شوية نكسب دور ستاشر لا احنا عادي لسه بنكمل وممكن نكسب عادي جدا حد ما وصلنا سمي فاينل خلاص وكل بقى الطريق بالنسبة له احنا عادي نكسب البطولة صعبة يعني عادي جدا نحنا نوصل فاينل وناخد بطولة احنا ما ده كان متجهز له كل ده متمرنين عليه سمي فاينل هو اصعب ماتش في البطولة كان معه بورتغال 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 كانت منتخب قوي جدا حريفة هنبول بقى بجد يعني قريب من مصر شوية هما عندهم الموهبة مش مفيش تاك تك سابتة يعني لأ وفي في الموهبة موجودة في اللعبة وفجأة ليه ابتكر حاجة من نفسه شبه المدرسة الاسبانية اللي هي الاقرب لينا برضو شوية بزيط فهم اصلا كانت بورتغال الفترة دي بتطلع بكل منتخباتها طلع كويس اول ففيدل المواتش يعني ده المواتش بحيد اللي احنا الشوطر اول كانت تريمان الشوطر اول خلص لحد بيئة 29 في الشوطر اول هما كاسبانين اكساب ناخد ايه خلصنا الشوطر اول فرق واحد او اثنين لينا ملكا الشوطر التاني برضو فيدل المواتش واحدة واحدة كده لحد ما فرقنا يعني فاينل بقى كما مع المانيا الحمد للغاية دلمارك تلعت سيم الفاينل كنها اناش حظ معهم ابدا تلعت من المانيا فالفاينل كان مع المانيا ده كان خلص وكله داخل كده كده نكسب مفيش مفرر غير او وديل غير المكسب وفعلا ده ظهر علينا من اول دية من اول دية احنا اللي دينج السكور حد مع السكور كان بيوصل تلاتة اربعة خمسة طول المواتش ماشيين كده هو اصلا قعد اغلب المواتش مدرب للمانيا يلعب سبع يعني اه اغلب المواتش كان بيالعب سبع بيخرج الجون ويه اه للزبط بس برضو يعني خلاص احنا اخدناه تحدي تحدي